الانتخابات الأولى بعد الحراكية هذه الانتخابات التي سوف تجرع إذا لم يحدث طارق كبير خارق العادة يعني الدستور ربما يعني ما عنديش في ذينيه لكنني شفت سينيقال عجلة إذن كما استمعتم كان هذا بنغرينا أحد الرموز للنظام حضارات الجزائر ولا حديث الآن في الجزائر سواء عن مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمن المفترض تكون نهاية هذه السنة بطبيعة الحال يمكن أن نربط الأمور فيما بينها مسألة الدول التي حفرت مواطنها من الدهاب لحضارة الجزائر وقالت على أن هناك خطر للعمليات الإرهابية وهذا المسائل تكلمنا عليها يوم أمس ثم اليوم نتحدث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في حضارة الجزائر وكما نعلم في كل مرة تقترب الانتخابات في الجزائر تكون فوضى ويكون هناك الصراع ما بين أجنحة الحكم في النظام الجزائري كل جناح يحاول يوصل للسلطة بأي طريقة كانت لضلجة على أنه شلق رحة مثلا قام باغتيال هذا المقبول قيد صالح باش يوصل اليوم هو ليكون متحكم في دوائر الحكم في حضارات الجزائر الآن الانتخابات مجددا جاية غادي نوضي ضرب بيناتهم غادي نوضي شعلوها بيناتهم لكن الآن على ما يبدو هناك معلومات تقول هناك تسريبات تقول على أننا عمجد حشاكم مش نقريحة غادي قوموا بتأجيل الانتخابات ومسألة تأجيل الانتخابات قد تكون عنها أو قد تكون فيها عواقب وخمة جدا أولا الخصوم سبب باش يعلنوا تأجيل الانتخابات وعلى ما أظن أن هذا السبب اللي غادي علنوه هو عمليات إرهابية متزامنة في حضارات الجزائر بطبيعة الحال هذه العمليات غادي كل مشرف عليها واش القريحة وعمجد حشاكم هما اللي غادي يأسوا وليخطوا لهذه العمليات الإرهابية على ذيك شي اليوم كشوفوا دول وازنة مثل ويت المتحدة الأمريكية بريطانيا إسبانيا كندا أستراليا كلها أصدرت تحضيرات لمواطنها لكي لا يسافروا لحضارات الجزائر فبالتالي نتوقع عمليات إرهابية في حضارات الجزائر وبالتالي غادي خرج عملي جيد حشاكم يقول لك سوف نؤجل الانتخابات وبهذا كعدل رأسه مزيد من الوقت باش أنه يخطط لعهدتين تانية مع شنقريحة في حين الطرف الآخر والجناح الآخر طبيعة الحال ينتظروا الانتخابات باش يحاولوا يديروا الألعاب ديالهم حتى هما يزوروا الانتخابات يديروا شي حاجة يديروا شي مشاكل يفتعلوا شي مشاكل باش أنهم يحاولوا يوصلوا للسلطة فهذا هو الحال متابعينا كرام ديال النظام الجزائري ولا نستبعد كذلك عشرية سوداء جديدة عشرية سوداء جديدة لأنه طالما على أن هناك كلام على عمليات إرهابية وتأجيل الانتخابات هي نفس الظروف اللي كانت تقريبا في العشرية السوداء وإن كانت العشرية السوداء كانت هناك انتخابات ولكن كان هناك انقلاف فيما بعد لكن نفس المسائل كانت تحطوا عليها كانت تحطوا على انتخابات رئاسية وكانت تحطوا على عمليات إرهابية وكانت تحطوا على مخططات من أجل تأجيل الانتخابات كل هذه المسائل قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عشرية سوداء جديدة والصراع ما بين أجنحة الحكم سوف يعودوا مجددا وغاد نشوفوا فوضى وغاد نشوفوا روينة كحلة في حضيرات الجزائر لأن هذا البلاد ولا شبه البلاد تحكموها مسطين حمقى مجانين أغبياء بكل ما تحمل الكلمة من معنا متابعنا كرام سوف أوفيكم بالمزيد من التفاصيل إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته